السلام عليكم يا سطير اتمنى تكونوا بصحة جيدة معكم زيادة و السموكر من قناة متسابق للعب ورجعنا لكم اليوم يا سطير بمقطع جديد واسطوري وبناء ان اطلبكم اقوى اعجادات لنفيديا اخوان طبعا من زمان مش بنزلين هذا المقطع اخوان صلوا فترة تقريبا من سنة تقريبا ما نزلني هذا المقطع اقوى اعجادات لنفيديا للاجل الضعيفة والمتوسطة والقوية طبعا اخوان اذا بتطبق معي الخطوات هاي راح تزيد عندك الفريمات بالاضافة كمان راح نتعلم ك شغلات اخوان الاعدادات اللي راح نسويها اخوان راح تزيد من اداء الجهاز عندك بالاضافة الى زيادة بطريقة مضمونة مية بالمية بدون اي مشاكل تابع معي هذا الفيديو اسطوري واتمنى اذا اول مرة بتشوف القناة تدعمني باللايك تشترك بالقناة وعلى الجرس اشترك كل الفيديوهات الاسطورية الجديدة راح تنزل ان شاء الله معنا بالقناة طبعا اخوان بدنا دعمكم الاسطوري الشقاق عشان نوصل اخوان باسرع وقت عشرين الف مشترك اخوان بدنا نشد الهم شوي اخوان مع بعض عشان يعني انجد والله ان انا اصحق الدعم والله اني اتعب عشانكم في اخوان دعمكم لاخوكم السموكر دائما تشترك بالقناة اذا انت مش مشترك وخلينا نبدأ بالفيديو اسطوري وما نطول عليكم لايكاتكم ومشاراتكم للفيديو لاتس جو اوكي اصطير راح نبلش بالشرح على السريع بدون المقدمات اخوان بس بدي طالب فزعتكم اخوان انكم تطلعوا هذا الفيديو باللايكات اخوان كل ما حطيت لايك كل ما نشر الفيديو اكثر اخوان فدعمكم للي عشان اقدم لكم المزيد والمزيد ان شاء الله باذن الله وظني مستمر بمحتوى يا حبيب القلب انه انا اخوكم وحبكم فطال دعمكم من اخوكم ما تقصروا معنا اول شي اخوان راح نشرح لكم شغلة جدا مهمة عشان تكونوا فهمين الصورة. بهذا الفيديو اخوان راح نعمله كل اتي. راح نعمل اجهزات للاجهزة او الكروت الضعيفة بالاضافة للكروت المتوسطة والقوية راح تكون نفس الاعدادة. الاعدادات الخاصة باللهما صلى الله سيد محمد بالاجهزة الضعيفة راح نعملها هلأ. راح نبلش اول شي بالاجهزة الضعيفة بعدين المتوسطة طبعا راح اقسم الفيديو من اجهزة من كروت ضعيفة من كروت متوسطة وقوية مع بعض نفس الوقت ان شاء الله. طبعا اخوان دي يجيك اول قائمة لما ندخل على الفيديو يا حبيب القلب. كل ما عليك انك انت ما تسوي ولا اشي هون. انا دائما متعودين ان نعملها هون. فاحنا ما رح نلعب هاي. احنا بنلعب يخوان بالمجن. طبعا هون يخوان القائم عشان انت تكون فاهم الصورة صح مية بالمية. اه اللهم صلى الله عليه وسلم وهم بيقول لك الاعدادات العامة الخاصة بالكرت. وهون الاعدادات الخاصة بالبرنامج اللي انت حاب تعمله اعدادات خاصة فيه. فانا يخوان افضل انه نعمل اعدادات للقوبل بحيث انه حتى مش بس لعبة موبايل تلعب لعب ثانية تعملها 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 الفريمات زيادة تعملها شغلات حلوة جدا مصطرية تفيدك بالفريمات واداء الجهاز عندك بشكل كامل متكامل. طيب هلا زي ما حكينا احنا الاعدادات اللي هون هاي اعدادات خاصة اخوان رح نسويها لاجهزة المتوسطة. طيب كيف بدأ اسوي الادادات للاجهزة الضعيفة او الكروت الضعيفة? كل ما عليك يا صديقي ان نروح يا شباب على اعدادات هذا اخوان رح تلاقوه الملف ان شاء الله. رح تلاقوه بالطريق المثبت على قناة التليجرام باذن الله رح نسير نزله. بالاضافة كمان رح ننزله كمان على المنتدى الخاص بالقناة. اخوان الموضوع هون جدا سهل جدا مصطوري. كل ما عليك انك تضغط على كلمة نيفيديا نيفيديا بروفايل تضغط عليها بالشكل الاتي بتعطيها ياس. زي ما انت شايف يا صديقي العزيز في تطحة معك النافذة بالشكل اللي انت شايفه امامك. تمام? كل ما عليك ادنك تروح على البيتور في ال البروفايل تروح عليه بالشكل اللي انت شايفه امامك. ويترمي الملف الترميه بالشكل اللي انت شايفه امامك. شوف زي ما عليك راح تطلع لك المسج بالشكل الاتي تاعطيه اوكي. كل ما عليك تضغط على وهيك بيكونこ بطبقة عندك الادادات كاملة بنسكر هون نروح يخوان على تقوية اداء الجهاز بنشغيلها تشغيل كمسؤول تعطيها empreorted thresían طبعا يخوان هاي انا ولا افضلها لاجهزة اللابتوب فانت لا تسيبوا هاي الطريقة معي لاجهزة اللابتوب هون يخوان عشان تكون فهمين الصورة بشكل كامل هون انت تقلي الاداء تبع الجهاز يصير اكثر وكل ما عليك انك انت بس تعليها تحطها هاي وهون كمان تحطها هاي هاي الخاصين بالمعالج بحيث انك انت تزوب من سرعة المعالج تعطيها هايج كمان برضو هون هايج وهون تعملها هايج زي ما انت شايف في انها هاي تبعت الصوت ما بهمنا تبعت ام دي يو اس بي سرعة استجابة اليو اس بي كمان بنعملها هايج حيث نتعطيك رسبوند سريع او استجابة سريعة للمداخل الخاصة باليو اس بي مثلا انت عندك ماوس لسيلا عندك الاستجابة اسرع بشكل كبير فهاي جدا كويسة لالعاب الشوتر جيم زي البابجو موبايل والالعاب الثاني نعملها هايج بشكل جدا سريع اه برضو هون كمان هاي اليو اس بي كمان الخاصة فيها نروح على اي شيء مهم وهو اخوان انه نفيديا جي فورس مثلا هون الكرت تبعك راح يكون حاطط انه بدون اي مشاكل فانت ازا عملتو هايج انا لا افضل مثلا لكرت مثلا كرت زي تلاتين ستين جدا قوي ما في حاجة انك انت تعطيه لانه بصرف طاقة كثير هل راح نتناول هذا الموضوع بشكل كبير لانه هذا كثير بيأثر باذاء الجهاز بشكل كامل متكامل فانت للاجهزة الضعيفة مثلا الكرت مثلا من ستة عشر ستين او تسعمائة وسبعين تسعمائة وستين واطلع بتقدر انك انت تسوي الخيار بشكل كامل الكرت القديم اللي كان عندي هو الارتي اكس تعمائة وسبعين كنت انا مسويها هاي وكان عندي الامور تمام تمام بدون اي مشاكل لكن الكرت اللي عندي هذا جدا قوي فما في حاجة انه انه اسوي له هادلشي طيب عنا هاي الخاصة بالانترنت او الاثرنت طبعا تسويها هاي عشان تفرق معك باستجابة الانترنت ويصير عندك الانترنت يصير يصير اسرع يدخل على الجهاز بشكل كامل متكامل عندنا اخر خيار هو الخاص بالويرلس اذا عندك انت بجهاز بتحطها هاي طيب هلا خلينا نكمل اخوان زي ما شايفين امامكم اخوان اتطبقت عنا الاعدادات الخاصة بالاجهزة المتوسطة طيب في كم من خطوة نسويها بحيث انه احنا نزبط الامور مية بالمية طيب هلا بالنسبة الى الاجهزة المتوسطة هاي بتخليها بتخليها على مية بالمية الامور تمامة طيب ننزل لتحت شوي على هاي بتخليها نورمال ترجعها نورمال ما تلعبش فيها تخليهاش لانه اخوان هاي بتأثر باداء الجهاز بحيث انه يصير عندك الاداء مية بالمية اخوان هاي بالنسبة للاعدادات للاجهزة المتوسطة بشكل جدا سريع وتأكد دايما انك انت تكون مطفي مرات بتحس في لاغ عندك بلعبة بابجو موبايل بشكل كبير. هاي سبب من اسباب يخليك عندك لاغ وديلي بنفس الوقت مثلا لما تكبس على الماوس وتكون فايت مع واحد راح هاي راح تأثر كثير كثير باداء جهازك. من حيث الاستجابة من الماوس للجهاز راح تأثر كثير. فانت خليها اوف لجميع الالعاب خليها اوف. يعني خاصة للالعاب الشوتر هاي راح تفرق معك مليون. اكيد دائما دائما تأكد انك انت مطفيها هاي لانه الحل فيها لانه يكون عندك لاغ او عندك رسبون بطيء. هاي هي مشكلة البطيء بحيث كامل. طيب. هلأني ايجي اخوان للاجهزة المتوسطة والقوية مع بعض يعني كروت مثلا من عشرين من فئة العشرين لفئة التلاتين واطلع. يعني من فئة العشرين واطلع. اول خيار بدنا نخليه نطفي. الخيار البعده كمان برضو منطفي اخوان بشكل كامل. اه اذا حبين اخوان نشرح لكم بشكل مفصل عن كل اعداد شو وظيفته وشو يسوي عشان تكون فاهمين الصورة اكثر. اكتبوا بالتعليقات ومتسوي لكم ايها ان شاء الله السيزون الجاي. الفيديو هاد لانه بده شغري كثير. اكتبوا لي اذا حبين انه نسوي هذا الفيديو بشكل كامل. الخيار الرابع بنعمله اوف. الخيار البعده كمان برضو اوف. نفس الادات بتخليها لاجهزة المتوسطة يعني اول الخيارات ادوة تخليها اوف. بتروح على background application max frame بتخليها on على 30 frame زي ما انت شايف امامك وتضغط اوكي. بنروح على الخيار اللي بعده هاي بنخليها زي ما هي بتروح على هاي نفس الموضوع بنخليها driver default. تروح على dx factor هاي دي اس فاكتور خاصة بالscaling mode مثلا انت حابب مثلا تلعبش مثلا تلعبش بابجو موبايل تلعب لوبة ثانية تخليها ترندرها على رزلوشن اعلى بحيث انه يعطيك هيك جودة حلو وهيك. فانت ممكن انك تستعمل لعديات هدول الموجودين هون امامك تقدر انك تختارهم لكن ذهب انك انت تضيف منظور ايباد ما تقدر انك انت تضيف منظور ايباد اذا خليتها انه مثلا علمت على هاي بتضغط اوكي ما رح تقدر انك انت تعدل على رزلوشن الخاص بالجهاز عندك شايف تضغطها كلمة ما بتقدر تسوي هالاشي فانت لازم تخليها off دايما عشان لازم تسوي منظورات ايباد كل ما عليك انك تشير الصحب وتضغط اوكي طيب ننزل على الخيارات اللي بعدها على logo simood بنخليها off برضو ماكس فريم ريت احنا ما بدناش نعطي انمد مثلا للعبة معينة تخليها توصل لفريمات معينة فمنخليها off منروح على الملتي سامبرك فلين برضو منخليها off منروح على ال اوبن جيل هاي للعاب ال اوبن جيل انا بنصح منثلا للعاب ال اوبن جيل هاي بتفيدة يعني هاي الخيار بس للعاب ال اوبن جيل فبنصح انك تخليها auto لانه اكثر لاغلب الالعاب هتكون direct x هاي ممكن تعطيك اداء افضل مثلا اذا كان لعب اي اوبن جيل خليها default لانه من جوه الاوبن موجود الاعدادات كاملة جوه محاكي مثلا او الالعاب الثاني لنلعبها على ال pc خيب هون مختلفناش على open rendering gpu بنخليها ال rtx بننزل الخيار البعده هو power management mode هاي بدك تخليها على default هي normal لاجهزة ضعيفة والقوية والمتوسطة حيث انه ما تسحب منك volt اكثر الجهاز ويضغط اكثر الجهاز نروح على الخيار البعده هاي الخاصة بشاشتك بحيث انها تعطيك اعلى فريمات ممكن انك انت تخدها من شاشتك يعني اكيد دائما تخلي هاد الخيار يكون اعلى اشي ممكن فانت بتخليها بالخيار اللي انت شايفه اماما بالنسبة الاجهزة المتوسطة ونضغط عليها بالشكل الاتي ونخليها حيث انه يعطيك اذا في حال اذا عندك هاردسك زيادة او عندك اس اس دي زيادة كبير بتقدر انك تخط الخيار هاد وممكن كمان تخليها على default الخيار هذا اليك انت بتقدر انك تحدد هذا الاشي بشكل كامل متكامل في حال اذا عندك هاردسك او اس اس دي كبير بتقدر انك تعمل هذا الخيار نروح على تكسر والاربع خيارات الدول اللي شايفينهم امانكم هاي منخليها زي ما انت شايف امامك بعدين هاي كمان نخليها on وبننزل تحت زي ما حكينا على auto نخليها هاي on هاي بيخليك تخلي الستردات الخاصة بالجي بيو يشتغلوا بشكل كامل وبكفاءة احسن بحيث انه يعطيك اداء افضل للالعاب والفريمات بشكل كامل طيب نروح على هاي برضو كمان نخليها off اما اعتقد الاعدادات الباقية كلياتها راح تكون زي ما انتو شايفين امامكم هاي بالنسبة للعدادات للاجهزة المتوسطة والقوية احسن اعدادات ممكن انك انت تشوفها بشكل كامل متكامل وانا بوصف فيها بشكل كبير انا هيك بلعب على الاعدادات هاي لجميع الالعاب والامور عندي تمام تمام باذن الله ننتقل للخيار الثالث وهاي اذا كون عندك auto انت اختار كرت الشاشة خلي الكرت الشاشة هو اللي يرندر لك اللهم صلاة محمد يرندر فانت تخلي هذا الخيار مفيش شي ثاني ممكن نلعب فيه ننتقل على change resolution اخوان الوضع جدا اسطوري فانت كل ما عليك يا صديقي انك تضغط على كلمة customize هاي شغلي اخوان ممكن انك تكسر سرعة الشاشة بالحيث انك تزيد عندك فريمات عندك شاشة 60 فريم مثلا تقدر تزيدها لخمس سبعين حسب نوع جهاز حسب نوع شاشتك نضغط على كلمة correct custom resolution مثلا وليكن انا 1920 مثلا شاشتي او 1080p تمام او 1080p تقدر انه مثلا شاشتي 60 هيرز تمام على مثلا ادي شاشة ثانية انا سامسونج 60 هيرز وصلت 75 هيرز يعني 100% اكثر من 50 او 75 هيرز يصير شاشة عندي سوداء فانت بدك تعمل هذه التجارب على شاشتك بحيث انك انت تجرب تكسر سرعة شاشتك بحيث انه تزيد عندك فريمات كمان فيه كمان خطوة ثانية ممكن ان تخليها تستفيد منها يصير عندك فريمات مش طبيعية اعلى مثلا بتجرب مثلا نحط مثلا ستين مثلا ستين هيرز بتكون عندك شاشتك ستين هيرز تمام بتزيد خمسة مثلا خمس ستين وكتوب لك او نجاح بتزيد كمان خمسة سبعين بنشحط وزيد كمان خمسة خمسة سبعين صارت الشاشة عندك سوداء وما اشتغلت الشاشة عندك تركها لحالة وترجع على الاعدادات الديفولت فانت خلص هيك انت بتكون عارف انه شاشتك بتوصل مثلا خمسة وبين هيرز اكثر اشي اه باقي الشاشات مثلا من مية واربين هيرز واطلع ما في حاجة انك تكسر سرعة شاشتك لانه شاشتك جدا كويسة لكن انا بحكي للاجهزة الضعيفة اه او الشاشات الضعيفة اللي فيه ناس مثلا ما بقدروا مثلا انه يشتروا الشاشات الجديدة فممكن انت تستفيد من هاي القصة بشكل كامل متكامل هاي بالنسبة اخوان لكسر سرعة الشاشة زي ما قلت لك بس انه اكد مية بمية انك انت توصل خمسة بخمسة يعني كل ما تجرب خمسة نشحت زيت كمان خمسة عليهم زيت كمان خمسة وصلت الشاشة السوداء خلص انت هيك عرفت الاخير اللي وصلت انه الشاشة فانت تطبق عليه هاي اخوان بالنسبة لكسر سرعة الشاشة اه هون في عنا خيارات الالوان انا بنصح انكم انتم مثلا تقدر تلعب الالوان فيه ناس بتحب الالوان الفاقعة بالجهاز وتكون الشاشة عندك بتكون الالوان عندك باتة ممكن انك انت تخلي الالوان تبعتك هيك فاقعة زي ما انا مسوي هون اه بخليها خمسة سبعين جدا كويسة الاضافة الى الكنتراست هاي بتخليها خمسة وخمسين حسب انت كيف نظرك بتشوف عرفتها لاي فهي بترجع لي لك فانت يحطها مثلا من ستين هي بتكون خمسين هون الاعدادات الافتراضية فانت بتخليها من ستين خمسة سبعين جدا كويسة اكثر منها يمكن ان تتعليش اكثر منها او الالوان الشاشة الخاصة بشفين يعني الباقي الشغلات هون اخوان ما في داعي انا اشرح عليهم لانهم مش مهمين كثير اه بالنسبة لاخر خيارين بتخليهم على وبرضو نفس الاشي هون نخليهم نفس الاشي هاي بالنسبة اخوان للاعدادات نيفيديا كنترول بانل طيب هلأ يا سموكر كيف بدي انا نظبط خلي عندي الفريمات تكون قسطورية وتزيد من الفريمات هنا اكمن خطوة نسويهم اخوان بنيفيديا مثلا اذا ضغطنا رح تظهر عنا اخوان الشاشة اللي انتو شايفينها امام تمام رح نضغط على كلمة الاعدادات نروح على الريكوردين هون انت وين بدك تسييف الفيديو تبعك مثلا هون ملفات التيمب الخاصة بالفيديو مثلا ملف الكاش نفسه زي ما انت شايفين عامل لي اوب داتا لوكل تيمب هاي ما تلعب فيها هلأ هون انه مثلا وين بدك انت الفيديو بعد ما انت تسجل الفيديو وين ينزل الفيديو فانت بتضغط على الترات شرطات هدول وتختار مسار الملف اللي انت بدك اياه بشكل كامل متكامل نروح على البرودكاست لايف هاي بتكون عندك انت اون بتطفيها لانه رح كثير تأثر عداء جهازك بشكل كامل وشكل كثير كبير اذا بتعمل هالخطوات والله لا تفرق عندك اللعبة مليون ويفرق عندك الشغلات والاداء الجهاز عامة رح يكون كثير قوي فبنرجع باك اهميش انك انت تطفيها نروح على الخيار اللي بعده وهاي انه تسييف اللحظات او الشغلات مثلا جبت لقطة معينة بلعبة معينة تسييفها لحالها اوتوماتيك رح تسييف فانا انصح انك انت تطفيها وبنرجع لورا بعدها نروح على خيار الفوتو مود هاي اخوان الخيار بعطيك انه يعمل لك فلتر خاص باللعبة بحيث انه يعطيك الوان فيها هاي برضو كمان بتزيد وما بنصح انك انت تشغلها وبتزيد يعني من ضغط الجهاز وكرت الشاشة بشكل كامل متكامل فانت تطفيها ما الها داعي اه من جو اللعبة ان احنا سوينا الالوان سابقا على نفيديو كنتر البنال قلتلك انك تقدر انك اعدل على الوان بشكل كامل هناك بشكل اسطوي نرجع لورا نروح على الوديو هون الوديو اخوان بشكل كامل متكامل بدك تختار مثلا هون المايك اللي انت بتحكي فيه تمام وهون البوست فانا بختار مثلا بنخليها هيك وبتضغط على 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 هاي مثلا تقدر انه مثلا خلي صوت اللعبة هون مثلا صوت اللعبة لحال وصوت المايك لحال يعني بنزلك ملف 2 ملف 1 هون بنزلك ملف 1 صوت اللعبة مع المايك اللي انت بتحكي فخلي الخيار هذا كويس لصنعين المحتوى اما هاد مثلا زعم لقطة هيك تسطورية حلوة تسطورية راح تزبط هلا اخر الخيار هذا هون هنا انت كيف بدك صوت اللعبة يكون عالي والواطي خليها خمسين بيكون جدا كويس كويس ومناسب لتخوضك مع اللعبة رايحك ومتوازن تعمل باك عندك هون الفيديو كابتشو هلا هون جدا مهم هاي مثلا انت تكتصور اللقطات تمام مثلا انا من الناس اللي بستعمل هاي شغلي بشكل كبير فانا افضل ان تخليها ثلاث دقائق ثلاث دقائق جدا كويسة ونخليها على كوستوم الف وثمانين بي بنعملها هون وهاي بتخليها ستين فريم ما تلعبش اكثر خليها البيت ريت خليها خمسة عشر راح تكون جدا مناسبة وجدا كويسة وبتضغط ننتقل يخوان على هدول 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 شغلات هاي خليها شغالة ما انها فيها مش مشكلة بنروح على الخيار هاد زي ما انت شايفيه حبيب القلب هاي الخيار هاد اذا كان طافي عندك انت ما تقدر انك تصور مثلا شاشتك او تعمل سكرين شوت على شاشة مثل تطور شغلي وهيك اذا كان طافي عندك ما تقدر انك تصور الا من داخل اللعبة اللي انت تلعبها فخلي هذا الخيار شغال اذا كان طافي عندك شغله تعمل ديكستوب وتورجي صور وتعمل صور او تسجل فيديو على ديكستوب عامة فبنصح انا كنتخلي هذا الخيار طيب هاي بالنسبة اخوان للبروفومرز كاملة بدون اي مشاكل نرجع لاخر اشي اذا عندك خيار هذا البروفومرز اللي انتو شايفو فوق امامك تضغط عليه بالشكل اهل شوف علي عندك هذا الخيار نيبل اوتوماتيك تنديك هذا اخوان بيزيد لك من اداء الجهاز واداء كرت الشاشة بيزيد فريماتك بشكل ملحوظ بشكل كامل متكامل كل ما عليك انك انت بعد ما تضغط كلمة البروفومرز هون نرجع مالكاني البروفومرز رح تظهر لك قائمة بالشكل اللي انت شايفو امامك كل ما عليك انك تضغط عليها هيك رح يعمل اوتوماتيك رح خلص يعمل اسكانيك بعد ما يخلص رح يورجيك قديش انت استفدت من هاي الاشي اللي سويته مثلا من ناحية فريمات انا اخر اشي سويته شفته قبل شوي 117 ميجي هيرتس يعني انا زدت تقريبا 120 فريم او 117 فريم تقريبا جادي عن اداء كتا هاي اخوان كان الفيديو لليوم اتمنى اخوان تكونوا استفدتوا منو واي ايش بتحتاجوا واي ايش بتكون يا اخوان توصلوا معي ديسكورد دعمكم لاخوكم يا حباب القلب ما تقصروا معنا شوفكم ان شاء الله بفيديوهات قادمة كامعكم اخوز اياد او اسموكر من القناة متصابق للعاب شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في امان الله